السلام عليكم اليوم فيديو جديد ودرس جديد بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي وغاد يكون في الرياضيات وبالضبط مرجع فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي درس اليوم يتمحور حول الاعداد من 0 إلى 9999 قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب لنمبر 0 9999 يعني قراءة كتابة مقارنة وترتيب اذا الاهدف دير هذه الحصة هي ان المتعلم يستعرف الاعداد من 0 إلى 9999 تسمية يعني يستعرف يقراءها وقراءة وتمثيل يمثلها عن طريق الصفائح والاعمدة والمربعات و وكتابة رقمية وحرفية ويعرف اكتباتها بالحروف اذا ننطلق مباشرة بالتمرين عن طريق التمرين الاول وهو كالتالي استعمل المكعبات والقطبان والصفائح والمكعبات الكبيرة واقراص الاعداد اذا كالعادة ما تنسوش انكم تبرتجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء لكم باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله وبالتوفيق للجميع عندنا هنا جدول يضم الوحدات والعشرات والمئات والالاف اذا الالاف دائما نضرب في الف المئات في مئة والعشرات في عشرة والوحدات في واحد يعني الوحدات كتعنيك نضرب في واحد العشرات عشرة مئات مئة الاف الف هنا لدينا التمثيل اذا كما سبق ودرستم في المستوى الاول هذه المربعات دائما كيمتلو الوحدات الاعميدة كيمتلو العشرات الصفائح كيمتلو المئات والمربعات الكبيرة المكعبات الكبيرة تمثل الالاف اذا هذا المكعب هذا فيه عشرة من هذا صافي وهذا فيه عشرة من هذا وهذا فيه عشرة من هذا اذا عندنا هنا ثلاث الاف زائد اربعمائة زائد ثلاثون زائد خمسة كم تساوي? اذا لا داعي لاستعمال الالحاسبة او استعمال العمليات العمودية. ناخد فقط الرقم الاول من كل عدد ونكتبه اذا ثلاثة هنا اربعة وهنا ثلاثة وهنا خمسة. اذا العدد هو ثلاثة الاف واربعمائة وخمسة وتلاثة. نمر مباشرة الى قيمة الرقم خمسة. اذا قيمة الرقم خمسة. انا كيف سبق لي وعلمتكم في الفيديويات اللي قبل ان الرقم الاول دائما هو الوحدات. الرقم الاول هو دائما الوحدات. اذا هي خمس وحدات. قيمة الرقم تلاتة هي تلات عشرات. قيمة الرقم اربعة هي اربع مئات. قيمة الرقم تلاتة هي تلات الاف. اي تلات الاف. اذا دائما الرقم الاول هو الوحدات. الرقم التاني العشرات. الرقم التالت المئات. والرقم الاخير الرابع هو الالاف. عندنا هنا خمسة وحدات تلاتون عشرات اربع مئة مئات. و تلات الاف هي الاف. نمر مباشرة التمارين التاني. جيكخي شاك نمبر ان شيفر. اذا كل عدد هنا خصنا نكتبوه هنا. هنا دير اللي نتمثيل احنا خصنا نديروه بالارقام. هنا تمثيلية نديروه بالارقام. اذا دائما نبدأ بالوحدات. نبدأ بالوحدات. هادو كيمتل الوحدات. واحد اتنان تلاتة اربعة. هاي. هادا كيمتل المئات شحال واحد اتنان تلاتة. وهادو كيمتلو الالاف واحد اتنان. اذا الفين وتلاتة مئة واربعة عشر. نتأكدو. اه هي كان ناخدوه دائما الرقم الاول. كيف شرحت لكم هنا? اذا اتنان تلاتة واحد اربعة. اذا هي هي نفسها اذا عندي صحيح. ندزل لنا كذلك. ناخدو الوحدات واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هاي. العشرات واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة. خمسة. اذا المئات هاد الصفائح ما كينينش. اني ما كيكونوش كنديرو الصيفر. قطلنا الالاف واحد. اذا هي هاد. هالالاف. المئات ما كيناش الصيفر. خمسة ثم سبعة. اذا الف وسبعة وخمسة. نمر مباشرة الصفحة واحد وتلاتة. اكتبوا الارقام الناقصة في كل جدول ثم اقارنها. اكتبوا الارقام الناقصة في كل جدول ثم اقارنها. اذا لاحظ معي هنا. اعطينا العدد تسعة الاف ومئة وتلاتة وعشرون. نحن نحط الوحدات العشرات المئات الالاف. اذا دائما. دائما عود الفكرة ديالي ان الوحدات هما اللولين من اليمين. هما هدو. العشرات احدا هم مئات الاف. من يكتعرف الوحدات كتجيك سهلة. تسعة. تسعة. واحد. تلاتة. اذا عندي هاد العدد هذا وهاد العدد هذا. شكل اكبر? من اللي كان بغي نشوف كلي اكبر. نبدأ من الالف. ماشي من الوحدات من الالف. عندي هنا تلاتة وهنا تسعة. شكل اكبر تسعة ولا تلاتة. تسعة هي الكبيرة. نبدأ بها هي الاولى. داك. نفس الطريقة هنا. نبدأ بالوحدات. هما هدو. تمانية سبعة ستة خمسة. عودتاني. خمسة ستة سبعة تمانية. برافو. اذا هنا ندر المقارنة. كنمشي الالاف. عندي هنا تمانية. هنا خمسة. شكل اكبر تمانية ولا خمسة. اذا تمانية هي اللي كبيرة. كنديرها هي اللونة. نمر مباشرة للتمانين الرابع. نفس الطريقة اكتبوا الاعداد في كل جدول ثم ارتبوها. اذا نبدأ بالوحدات. اربعة تلاتة اثنان واحد. خليما اللي نكتب هذا نشوفه يجيني بحاله نفسه. مشي تكون هنا وانا عندي هنا واحد. اذا هنا اتنان واحد صفر اتنان. هنا اربعة ستة واحد خمسة. اذا ندر الجدول الاخر عاد نرتب سبعة واحد ستة اتنان. عودتاني اتنان تمانية تسعة ستة. عودتاني واحد سبعة واحد تسعة. ده معنا بدأ الترتيب. اذا الترتيب قلنا كنناخده الالاف عندي هنا خمسة. هنا اتنان وهنا واحد. شكل اكبر فيهم هي خمسة. هنا حييتها. قولي ايها دوبجو شكل اكبر فيهم اتنان. نكتبها. اه يبقى لي واحد. اتنان تلاتة اربعة. نفس طريق. كنناخد الالاف. وكننشوف شكل اصغر فيهم دباها من الاصغر الاكبر. اتنان هي الصغيرة. كنبدا بها هي اللولة. نحييتها. قلت لي تسعود وستاش كل اصغر ستة. نحييتها. وبقاط لي الاكبر هي تسعة. نكسبها. فور. اذا نمر الان الى التمرين الخمسة. اكتب كل عددين في البطاقة المناسبة. اذا كل عدد عطينا ثلاثة هي الاعداد. العدد الاول هو الف وتلاتة ومائة. العدد الثاني خمسة الاف ومائتان. العدد الثالث الفين وتمانوية. كل واحدة نكتبه في بلاست. اذا كنبدا من الياسار? عندي هنا الف وهنا الفان. اذا شكون فيهم اللي يجب ما بين الف والفان. اذا هنا الفين والكحدة هي تمنمية. باقي ما وصلتش لتمنمية. هنا خمسة الاف. باقي ما وصلتش للخمسة الاف. ها هي. قطلية هادي. نديرها. هيا حيدناها. نمر الان الى من الفين. لتالات الاف. من الفين لتالات الاف. بوش عندي رو خمسة الاف الا. لان باقي ما وصلناش للخمسة. هنا عندي ثلاثة. اذا هادي. قطلنا هادي نديروها هنا. ها هي جسم نمر لخمسة الاف. اذا اكبر عدد هو. عندي اثنان خمسة واحد. شكون كبيرا فيهم هي خمسة. كنك سبان. شكون صغيرا هي واحد. كنك سبان. بكل سوهولا. نمر سيس. جو غرادو لادروات. اي جيكري لي نمبر. سم ميل نفسان. كاتر ميل ويسان. اي كاتر ميل سان. سور لادروات نميريك. اي جلي رانج. اذا نحسنا نكتبوهم. نقلبو عليهم هنا. نكتبوهم. ها نبدو بالصغيرة. اربعة الاف ومئة. اذا اربعة الاف ومئة. اربعة الاف ومئة تلسمية اربعة ومئة خمسة. اذا هنا تكون اربعة الاف ومئة. هنا اربعة الاف وتمان ومئة. خمسة ستة سبعة تمانية. اذا هنا. قطلنا خمسة الاف وتسعم ومئة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اذا غدا تكون هنا. دبا غدا نرتبهم من الاكبر الى الاصغر. شكل كبيرة فيهم? ايه هذه. يوم مرتبين. اربعة الاف وتمانمائة. اربعة الاف ومئة. اذا وهنا نكون قد نهينا حصة اليوم. اراكم في حصتي القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم.